نظمت جامعة المينيا المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى جميع الكليات تحت شعار بالإبداع والابتكار تحيا مصر يضم المعرض المبتكرين من الطلاب والخارجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك في مجالات متعددة أبرزها الهندسة والبرمجيات تحت شعار بالإبداع والابتكار تحيا مصر أقيم المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى كليات جامعة المينيا المعرض يهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تبني نهج الابتكار وريادة الأعمال بين منتسبها والذي أصبح ضرورة في وقتنا الحاضر لخدمة رؤية التنمية المستدامة بمصر أهداف بتاع المعرض أنا شايف أن النهاردة كانت متحققة بطريقة جميلة جداً وواضح جداً من القبال ومن الحجم الابتكارات الموجودة ومن الحماس بتاع كل المشاركين في المعرض والمعرض كمان مستمر لحد بكرة لابناء للطلاب والطلاب الوافدين بحيث يشوفوا الابتكارات الموجودة في جامعة المينيا المعرض يضم المبتكرين من طلاب وخريجين وباحسين وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وذلك في المجالات الهندسية والإلكترونيات وفي المجال الزراعية والاختراعات والابتكارات والبرمجيات بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة المنتجة والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والمنتجات الفنية والوسائل التعليمية المبتكرة شراب يتعداد لابتار التعليم وأنا ضايف في اللا وزكال الصناعي في تقنية شارج بيتل ويساعد المستخدمين يستفصل عن أي معلومة وهو يجاوبهم وبرضو اللي أنا ضاف مقرارات والمساعدات التكنولوجية اللي أي متعلم يدخل هيفيده في عرض المحتوى كناص كفيديو كصورة بقدم الروبوتات من ضمن الروبوتات المستكشف في آخر حيوصلت الله اللي هو ممكن يجازف يخش فيه أماكن خطرة أماكن وعرة وهو يتصلك اللي هو مش معمول بيسيره وبعجل لعدة بيخطو خطوات عادي زي البشر بالضبط ينقل خطوات يصلك جبال يخش في ناطق مية كده وعرة وتتم المفاضلة بين المشروعات في المعرض على أسس الابتكار ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع وخدمته مع إيجاد حلول عملية لتحدياته